مرحبا بكم معايا السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد فيديو بعض غيبة طويلة كيفما شرحت لكم من قبل الاسباب رجعت لكم باحد الفيديو اللي مطلوب بزاف بزاف واللي كلكم تتسولوني عليه الا وهو تتقولوا لي علش مازال مدرتين لنا جولة في المطبخ من بعد الاصلاحات اللي تقريبا نرا فترة طويلة باش كنا ندرنا الاصلاحات ولكن الجولة في المطبخ ما كنتش درتها نظرا ان بزاف تلك الحاجة كنت مازال بغا نغيرهم ولكن ما ساعدتش الوقت وما ساعدتش الطروف انني نكملهم فكنت سنتعطل على امل انني نكمل كل شي كي بغيت عاد نصور الفيديو ولكن انا عارفة تعطلت بزاف فغادي نصور لكم الفيديو وخاكينش بعض الاشياء مازال ما مادرتهم كيفما انا يا كنت بغاها ولكن مبدئيا نعطيكم فكرة على شنو تغييرات اللي حاجة اخرى بزافت اللي بنتي سولوني تيقولون لي صورت يعني عطيت فكرة على صباغة وعلى ذاك شي ندرنا في الدار ولكن الصباغة ديال المطبخ ما كنتش صورتها هذه نقول لكم علاج سبب بسيط جدا لان الصباغة ديال المطبخ كنت اخضيت بزاف ديال المعلومات من عند حليمة هي من قناة حليمة في البيت فاللي عطتني النوع الصباغة الملائم البلاكارات النوع الصباغة بزاف ديال الحاجة فهذا علاش ما كنتش صورت لان هي صورت الحمد لله وتبارك الله الفيديو ديالها فيها شرح وافي وورات الاماكين وصباغة مني تشيرت وكل شي فانا تقريبا اغلب المعلومات اخضيتم من عندها الفرق اللي بسيت هو انها غيرنا شي حاجة عليها نظرا لانا عندنا الكوزينة كبيرة فالبرايمر لم يعملها كله بيدينا خدمنا بواحد البومبا شرناها وخدم بها رجلية السباغة اللولة كاملة تصبغ تتعاون لا تضيع الوقت في حليمة كانت سباغته كله بيديها والفرق الثاني وانا حليما خلت البلاكارات من داخل في اللون تلخشب ان البلاكارات من داخل سبقتهم في البيض سينوف خصوصا اهم حاجة هي النوع السباغة اللي كانت شاركت معنا وعود السفطات للصورة ومشي تفعلين شريت نفس النوع هو نوع رائع وساهل في السباغة ومناسب جدا البلاكارات التفت نضيف يعني انا دبام شحال باش سبقتهم يعني تنمس حوما كبز ويفازك تسخرج السباغة هذا كل نوع نخلي لكم في فيديو حالي ما في صندوق الوصف رائع في قاع المعلومات هذا كل نوع السباغة يتبع غير تفشي بلاسة اخرى وغزال سراحة بنات اللي بغين يصبعوا البلاكارات نصحكم بدأ كل نوع السباغة بك رسميته بالضبط ولكن انا قلت لكم في الفيديو حالي ما كانت قلت لك الاسم وكانت تقول لشي انا ما بقاش عندي تباش نوري لكم فالمهم طريقة سباغة البلاكارات استفتت بزيادة من حالي موت انا بغين نوجه لها الشكر ومن هاد الفيديو لانها عاونتني اني يوم ما بخلتش عليها بالافكار وبالنصائح لان كانت اول مرة لنا اننا نصبغوا البلاكارات الشي الاخر اللي بدلنا هو الحياة تصبغناها ببيضة عادي كنت شاركت معكم السباغة والارضية بطبيعة الحال ارا نفس الارضية اللي دلناها في الدار كاملة هي اللي دلناها في المطبخ فما كان الشي تغيير يعني التغيير الاساسي هو الارضية وهو اللون ديال البلاكارات اللي تبتل مية وتمانين درجة ولا كده نقولو مهم تبتل 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 بزاف 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 فنجدوكم دابا مع الجولة اللي صورتها لكم في الصباح قبل مجدد طاعدة صورت لكم جولة في المطبخ ووريتكم الحويجات اللي زيت كتبتل تشوفو ضوائقات اللي زيت في هذه الاكل اللي غلية الاكوا بلو ايضا في الصور اللي صورتها شرحت لكم علش انا بدلت لون البلاكارات اللي انها بزاف ليت يقولوا لي كان عندك اللون زوين داك الميال اللي كان عندك في البلاكارات كان زوين ولكن انا شرح لكم في الفيديو انني فاش بالتلت الديكور فاش بالتلت الارضية مبقاتش متماشية اللون دي الارض مع اللون البلاكارات نهائيا وتتعرفوا هنا الكوزينات محلولين فلازم يكون داكورت الكوزينات فيهم واحد الماتشين او لم متواتين مع بعدياتهم فالمهم ما غديش نطول عليكم لان الفيديو اللي صورت الصباح راني شرح فيه كل شي غدي نخليكم مباشرة تدوزوا الجولة في المطبخ بعد الإصلاح وهذا البنات هو المطبخ راكم شفتوه ولكن كل شي مثلا بغي جولة ممكن لان الجولة تكون فيها التفاصيل كتار تنقول فيها كل حاجة شنو التغيير اللي قدرت فيها فغدي نبدأ لكم من اول حاجة واهم حاجة تغييرات في الكوزينا واللي هي الصباغة ديال البلاكارات بالنسبة للبلاكارات بزاف ديال اللبنات اللي تي قولوا لي علاش خليتي ما خليتيش اللون اللي كان عندك اللي كان عندي واحد اللون قهوي بحال عسلي بحال ميال بغيت نقول لكم البنات فعلا ذاك اللون تلخشب زوين وكل شي وكان عاجبني ولكن فاش تبدل الخشب ديال الارض كتتشوفو الخشب ولا غري ما بقاش ماشي معاه نهائيا لان الخشب اللي كان عندي في الكوزينا كان عندي براون ميال عسلي في نفس اللون ديال البلاكارات فاش تبدل اللون ديال الارض ولات الارض في هاد القري هذا ما بقاش ماشي لنهائيا البنات مع البلاكارات زائد ان الكوزينا راكم عارفين وخينا را ما عنديش اوبين كتشين الحمد لله بقيت نقلب بالتلقي سراح ومتعجبونيش بزاف ولكن ستيل محلولة على الليفين روم كتتعرفوا الليفين روم عندي فيها البيض القري يعني فاش تفرشت الليفين روم ولات بحال ناشاز يعني ستكوني في الليفين روم واحد الالوان شكل فاش تدخلي الكوزينا تطلقي واحد الالوان مختلفة ذاك البراون ما بقاش ماشي نهائيا مع الدكورديال هذا على شكل لازم انني نغير البلاكارات ودرتهم في هذا اللون هذا اللي هو قري فاتح لان الحيط كتتشوفوا الليفين روم ديرها في القري وجيت الهنا وحبست خليت هنا قري وهنا الكوزينا كاملة درتها بيضة علش درتها بيضة باش ندير البلاكارات قري باش ما يجيش قري في قري لان ذاك البيض اللي في الحيط هو اللي خرج اللون للبلاكارات ولكن قري هادا درتو فاتح بزتاف هاد الدرجة هاد اسميتها سيلفر ليف إلا كنت عقلا سيلفر ليف غادي تلقاوها في البلاسة اللي فيها هاد المركة ديال السباغة باش صبخت اللي قلت ليكو ما ديتلقاوها عند قاناة حليمة في البيت بطبيعة الحل لانه صراحا اللي وراتني النوع تسباغة لانه كانت تسباغات قبل مني فصبخت كل شيء الفرق بيني وبين حليمة ماشي نفس اللون وفرق واحد بيني وبينها ان حليمة خلت لدخل البلاكارات في اللون ديال الخشب انا اللي صبخت البلاكارات من الداخل بلوبيض ما معجبني شي بقى عندي اللون الخشب سيبقتو كان عندي لدخل فيهم واحد اللون الخشب مغلوق شوية فان البلاكارات كلهم درتهم في البيض من الداخل هذا هو الفرق اللي تقريبا بين الصباغة اللي درت وصباغة اللي درت حليمة انا غيرت عليها غير في البلاكارات طبعا تلحن التنضيم ما زال هو هو نفس الافكار ديال التنضيم ما بتلت تشي حاجة صراحة غير حييت دك شي وصبات ورجعتو ممكن تشوفوا دخلت هاد اللون هذا اللي هو هاد الاكوا بلو كيف ما عندي في الليفين روم دخلت وتتاوى في الكوزينة بدلت هاد الطابيات ودائما بقيت في نفس النوع اللي سبق اللي شاركت معاكم موريح في الوقفة وساهل في التنضيم اللي هما هادو ديرين بحال السيليكون هادو تتسمى الميموري حسن ما بقيتش ندير قاع في الكوزينة الطابيات اللي وما ديال التوب لان خصوم يتصبنو خصوم ينشوفو هادو تتضربين لها مسحاب زيب فازق وصافي فهادو عمليين بزاف البنات وما اللي اللي التاني اعتمد في المطبخ بطبيعة الحال دخلت هاد اللوين في بزاف ديال الحاجات موهم راو مباينين بدلت واحد الطابيات كانوا عندي هنا صغير ورين درت هادو هادو ما زال ما عفتش غا ندير فيها عجبتها لي نبيلا ما عرفتش نرمان مو يمكن تلمعها لقول فراشت ودك شين متعجبني سراحة نحط لقول فراشت في الكوزينة يبقى في المجورة الداخل عادو نشوف شغا ندير فيها نبيلا فوق ما تخرج الشي ستورم سكينة ستتلقاش حاجة في هذا اللون تتجيب ستتقولي لقيت واحد الحاجة في ذاك اللون اللي تتجيب مع الكوزينة إنما تتلقاش بزاف ذاك الشي في هذا اللون فوق ما نخرج نجيب حاجة فوق ما نخرج نجيب حاجة حتى بليتها ولا تتايا تتخرج اللي لقيتها في ذاك اللون تتشريها هنا يا نفس الزاكور حتي بتلتذو كليتاس كانوا بويض خضيت هاد ليتاس فهذا الوين باش يمشيوا مع الوين شي الاخر نفس وزعم اللي كان عندي هنا يا هذا اللي كان مع الطن باش أصلا ما صورت وانا كنت بغى نبدل السلامونجي وكنت بغى هاد المرايا نصبغها في السيلفر باش تمشي لي مع الوتام ما مازال ما وصلت لها صراحة السلامونجي ما لقيت كنت ندير نبدلها هادي مازال ما صبغتها فاقلت سافين صور الفيديو واللي اللي هاليا ايلا بقيت نتسنت ندير هاد الخطوات انا نقلس عامين اخرين فالمهم هادي بقت براون ولكن انا عارفة ما جايش بتصاف مع الكوزينة شو اقولوا لي انتو ما نداركوما البنات هاد الغلافات في القري هادو ديال موبره البنات خضيتهم من امازون الرحمات اذا ربيها البنات شوفوا راهم الاستيك والموبره ديالهم رقيقة خضيتهم من امازون تقريبا الباك كده وربعين دولار في هستة انتو تاخدون توم الباك على حسب شانا تكون من الكورسي عاديها البنات تصبن ورد تصبن ورد عاديها تقريبا كل اسبوع تيتصبنوا و اللون ديالهم هو هو ورد طب غزالين يعني من الحاجات صراحة اللي اخضيتهم من دمتش عليهم غزالين ايضا هنا اخضيت واحد البلاستيك تاي لصقها واشوفوا هنا ربضي يتحل لي شوية ماشي مشكل ولا ان هاد البلاستيك الرحمة هانتو ما تيبقى يبان اللون تلخشب بالنسبة للناس اللي ما تيبعوش يديرو لاناب دائما هاد البلاستيك تتغلفوا به الطبلة ديالكم تيعطي واحد اللمعة و تيبقى محافظ لكم على الخشب بالنسبة اللي عندهم الوليدات الصغر باش ما يخبشوه لكمش فانا هنه درتوا هما ربدا و تيحلو هلي من هنا ولكن تيخلي لك الخشب من الداخل جديد يعني فكرة زوينة للناس اللي عندهم نعود ياللي سالة مانجي و ما تيبغوش يغطوهم ديما بلناب تيبغو يبطلو ففكرة رائعة واحق الله عجبني انا هاد البلاستيك نعود نجيب رولو اخر و نعود نقادها و نخلي ديما دنيا مغطيها كيف متى نقولو على حساب الدراري بالنسبة للحاجة اخرى اللي بتلت هي التريا بزاف الناس اصلا كانوا تيقولوا لي رخ سكسبت لي التريا ركنت شارياها ولكن ما تركباتش تايا عدوصلتها نوبتها خضيت لها تاهيات الصحن اللي الفوق بحال اللي خضيت في الفينروم و في الصالون هادو راهي بلاستيك ولكن تعتوه واحد المنادر بحال القبص اه الترياك ستشوفو خضيتها موداغن و سامبل على حسب الكوزينة وماشية مع الوينات اللي عندي بقتليه ديك المرايا اللي مقنطانة نديرها في الفطة عدد نرتاح و بطبيعة الحال الزربية ايضا بالزربية اللي كانت عندي هنا يا مدرة الزربية هادي تقريبا خط اللي عندي في اللي بينروم مدرتات تايقري سامبل و خليتها باش اي تغيير اخر تبقى الله يقالي وصافي هنا يزت هاد البلونت هادي اللي ستتعلق هاكا يا ما نستقف شوفو رابدا يضلها من الحال عديرها الربعة والصرف روتين زرب باش ما يطحش التلم في التصوير هادي كاميرتي مسكينة محتوطة هنا بوحدها غضبانة مده بزا معاها و مده بزا معايا طلعت لي فراسة الكاميرا واليوتوب ما بقيتش قاعدة نهزها بسكينة محتوطات اما هنا يا بقى عندي هاد اللي طابلوما بالتلتوش هادي خصنينها بطال تحت هير بقعت لي هنا يا هادي هادي بطال تحت هادي كاميرا طبيعا الحال الداكرة كنت وريتكم فاش صبغناه ودك شي تاوره تشي حاجة ما زادت فيه ما تنقصات وصافي بالنسبة للتلاجة اي بزافت اللي بنتي يقولوا لي تلاجة ما صورت لناش تلاجة زع ما صورتها فاش كنت نشريوها وصورتها لكم من الداخلاتش لاش فاش جبناها ما عرجتش زع ما صورتها في شي فلوغ ولا شي حاجة ما عرفتش زع ما شنو الفرق لتصورات خاوية ولا عامرة انا نصور لكم تلاجة وما هي كتا تجي من الداخل فهي هادي رام خربقها شوية زوونا زوونا عملية تلاجة عملية عجباتني في الهزان ولكن الفريقو ما عجبنيش بالصراحة الفريقو اللول كان حسن لان الفريقو اللول كان في الطبقات هدا اللي في هكا هاد المجورة اعتي صعيب في التنظيم ما تتقدرش تنطمي في هدوك للاكياس ديال الحاجات المجمدة مزيان ماشي بحال فاش يكونوا رفوفة ولكن ما زال عندي تلاجة الخرا لتحت البيضة هي اغلبية دايرة فيها ولاني صراحة زوينا بطبيعة الحال فهي هادي شكل ديالها هادي باش زوينا المسيح ديالها ساهل هاد المادة اللي فيها تتبع بحال تلاجة الخرا ولكن ماشي نفسها هادي جاية بحال قريم غلوق وهاد الميطال ماتي تزعلكش تغييب حال أخرا أخرا كاللي مسيح ديالها الصعيب لانه ديرا كي المرايا وفاش تتبقى مزعلكة هادي ما ما تتبقاش بطبيعة الحال مزعلكة فعجباتني هادي فتنضيف اسهل هنا دايرة البروغرامت المدراسة باش نعرف العوطال وذك الشي ديال حامدي وصافي تنظن هاد الشي هو الشي هو الاساسي اللي تغير في الكوزينة وهنا يا الرفيفات اللي كنت قلت لكم عليهم عندها هادو الرفيفات اللي قلت لكم عليهم وقلت لكم انا عادة نركبهم فهما هادو كيزا تشوفوا هنا كانت عندي دركنا خاوية فشريت هاد الرفيفات ودرتهم هاكا عمرت بيهم وفكرة انني درت فيهم الدرع دياليت اليوتيوب لانا كنت دير التحت فصالو نعود حيتو فدرت هاد الوثام ديال التوغناج وتصويره عارف اني ايرو كنت ندير في اشي دكورة تيجي بني ندير ان تم ما شغر اكاكزة حماع شوائيا فهنا لتحت درت هاد الرفيفات هادو فيهم واحد الشكل طيب انو بحلا مقشرين شوية هم ذاك الكانتري ستايل هاد دكور ديال هم هاكا هنا درت هاد الديكور اللي على شكل كاميرا تيرمز بطبيعة الحل هنا تدير على الفد ديال اليوتيوب هنا هاد الكلاكات ديال التوغناج وهنا بعد الكتوب اللي تنقروا منهم فالمهم عمرت هادو هادو الركن هذا لان هادو الركن شتي جاي هاكا جاي هو طرف من الكوزينة ولكن جاي هو تيشوف في الليفين روم يعني اللي قلس في الليفين روم تيكون تيشوف فيه فصراحة اعطى واحد الجمالية وجاب ذاك الشكل اللي انا كنت متصورة وشحال وانا كل مرة نشري حاجة باش نشري لو والوكرات ديالو اللي اللي قلت انقولوا يجيوني في الشيوات ديالي وعلى وعلى القانا وصافيت انضنادو هم اهم الحاجات اللي تبتلو في الكوزينة اللي اهمهم اهمهم هي السباغة والشكر كبير 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 لحليمة لانا كانت عاونتني صراحة بزاف كيف ما قلت لكم هناني عادرت هاد البلونت هاد غير صغيرة في البيض صافيت سباغة واندير وحدة كبيرة ولكن عاود قلت هاد الضيق هاد الدخلاق فادرت عائر صغيرة بالنسبة لبنات للريدويات خليتهم هما نفسهم ولكن بدلت لعصيت الريدويات لانك تتعرفوا كانوا عندي واحد العصي اللي هما قوين براون دباحيتهم ودرت هادو سيلفر على حسب على حسب الوثام وعلى حسب الكلر هادو جو حسن ولكن زعما الريدويات بقاو هما نفسهم بدلت لعصيت الريدويات ودوك العيبات اللي في شنبل تشدوهم هادو الحاجات اللي وبالنسبة للطريقة ديال الصباغة اللي بنات حاجة وحدة اللي كانت مختلفة على حليمة في الطريقة اللي درنا احنا هو ان حليمة خدمت كل شيء بالبراش وبرولو يعني بالشيطة وبرولو هادي تشوفوا ان كين واحد الصباغة التصغيل الولى على الخشب اللي هي البرائمر وعدت نديرو الصباغة ديال بلاكارات البرائمر خدمته حليمة بالشيطة وبرولو احنا خدمنا بال ايربراش شرينا واحد البومبة اللي تتخدم بذيك الطريقة ديال ال ايربراش يعني تتعمرها بصباغة وتترشي هاداك البرائمر خدمنا بال ايربراش التفف كاملين لانه سعيب بشكل هم يدارو بالشيطة فهدا علاش التفف كاملين خدمناهم بهذاك ال ايربراش هكتا دففة 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 والطبقة الأخرى اللي هي ديال تصباغة البلاكارات هي اللي خدمنا بالشيطة اللي غادي تشوفو في الفيديو تحليمة اللي هي النتلي وراتها وضيارات التصباغة هاداك الشيطة خدمنا بها الفينيسيون اما هاداك الدفف كل هم تخدموه بال ايربراش وحتى من الداخل فاش خدمناهم فاش درنا البرايمر كالناحيدنا هاداك الرفوف كاملين وخدمنا ذاك البيض الداخلاني كله بهذيك البومبة هذيك طرحات تتعتق وتتسهل وما تتاخدش الوقت بهذيك البومبة ضربناهم مزيان وعاد الصباغة البيضة ديال هي ديال السيت هي اللي عدرناها بالرولو من الداخل فهذه هي الفرق بيننا وبين حليمة هذي الحاجة الوحيدة هي اننا راجلي شراء ذيك البومبة وصبغنا بها فذيك البومبة صراحة عاونتنا بالسف سيرتوا لك انا تكون الكوزينة في هال البلاكارات بالسف فغادي تسعفكم في الوقت واتنوريكم البنات شبكات اللي معنا انتم متا يرى بالتلتاح يديك الكحلة وادرتها في السيلفر وفي هادي كسونية ديالها بيضة المهم باش ما تقولوا شراء ما بدلت الشبكات اللي معنا انا كنت محيدة اغل على قبل التصوير بطابعة الحال باش يبنز ما البطعش يخاوي ومتول وذاك شيء ولكن دابار ضيتها وانا نقول اجي نصورها لش ما صورتاش مسكينة حقرتها فالمهم انتم الشبكات اللي معنا ردتها هي تبدلت وصافي هذه هي الكزينة وغادي نخليكم دابا مع الكزينة قبل وابنة اشتركوا في القناة 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 موسيقى